وطبعا رجع النهاردة من زيارة كانت لمدة أربعة أيام في العاصمة النمساوية فيينا رئيس جمهورية كان موجود هناك بصفة ثنائية طبعا وصفه رئيس مصر ولكن كمان كان موجود بجزء أو حضوره كان مهم ضمن منتدى أوروبي إفريقي مصر دلوقتي نشطها الدولي في كل حتة في العالم حيبقى مرتبط بأن مصر حتتسلم كتلة مهمة أو مؤسسة مهمة على مستوى الدولي لأنها بتعبر عن أفريقيا بالكامل اللي هي الاتحاد الأفريقي لمصر بتتولى مسؤولية إدارتها وقيادتها ابتداء من أعتقد يعني من نص يناير إن شاء الله 2019 في مشهد ارتبط بكل زيارات رئيس جمهورية برة وهو المشهد طبعا السياسة طبيعي ومتعودين عليها ومنتبعها لكن المشهد اللي بقول لحضراتكم عليه هو المشهد المرتبط بالوجود مع ممثلين ورؤساء لشركات على المستوى النمساوي وعلى المستوى الأوروبي مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري النمساوي دايماً بيبقى فيه جزء اقتصادي مهم في الزيارات اللي بيقوم بها رئيس الجمهورية أو الجوالات اللي بيقوم بها رئيس الجمهورية مع الشركات دي دلوقتي قوتها وأثرها وفعليتها يعني إن معداش السياسة يبقى مساوي للعمل السياسي كان بيتم عرض من خلال الجانب المصري من خلال مشاركة رئيس الجمهورية بشكل مباشر فيه عرض البرنامج الاقتصادي المصري الخطوات اللي تمت كان فيه عدد من التقارير اللي ظهرت عن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري وبالتالي ده لما بيتم الترويج له أو الحديث عنه بشكل مباشر في حضور الرئيس في حضور رئيس الجمهورية بيبقى له أثر مختلف تماماً